موقع اليوم السابع كله تبقى للجوانب الأمنية اللي نحترمها ونقدرها بكل تأكيد فبالتالي الأهلي أكيد بيستفسر عن المباراة ومكانها وأكيد حيطبح القرار نهائي خلال ساعات نروح للبوابة سبورت وبتقول محاضرات بالفيديو اللي عابي الأهلي استعداداً للكمة ويعني دي حضرات أكيد بيبقى مهمة مستر فيلر ممكن يكون بيركز عليها بشكل أو بآخر عشان يعني نتكلم مع اللاعبين على استراتيجيته في هذه المباراة بالتحديد ونقاط القوة والضعفة خاصة بنادي الزمالك ونحن هنتعامل إزاي ونفرد أسلوبنا إزاي ودائماً النادي الأهلي مع مستر فيلر في الحياة بيبقى مستقر أو بيفرد أسلوبه في المباراة وده دائماً بيبقى وضح على مدار ست مباراة سابقة لمستر فيلر مع النادي الأهلي فالمحاضرات دي أكيد حتكون كتير خلال الفترة اللي جاية وفي إطارها الطبيعي والهام جداً استعداداً لهذه المباراة نروح لموقع فيتو واللي بيتكلم بيقول إن فيلر يتمئن على الصلاة وإحسام عدوات المعنى ده خبر قديم شواناً إن الصلاة خلاص شارك في التدريبات النهاردة بشكل طبيعي جداً زي ما عرفنا مع حضراتكم من شوية بوابة أخبار اليوم فيلر يجتمع مع المساعدين للتحضير للزمالك والبرنامج الخاص بالتدريبات على مدار الأيام القليلة المقبلة أكيد بيستقر عليها الجهاز الفني وهي بتبقى معروفة خلاص أو بيبقى هم مستقرين عليها أصلاً من قبل التدريب الأول أو التدريب اللي بيستقنف به النادي الأهلي استعداداته لمباراة الزمالك فإن شاء الله نتمنى إن هم يكونوا موفقين موقع هالكورة بيقول إيه؟ بيقول إن الأهلي وطبعاً ده بعد تصراحات مدير التصويق بالنادي الأهلي والتعقدات مبارح واللي قال إن احنا تواصلنا مع جزيه واسباليتي لخلافة الأسارتي وقال إن كان فيه مفاوضات مع مستر مانو الجزيه مفاوضات رسمية وما نجحتش ومفاوضات رسمية مع اسباليتي طبعاً المدير الفني المعروف والكبير جداً ومدير الفني السابق لإنتر ميلان ومفاوضات أيضاً ما نجحتش وإن في الآخر النادي الأهلي استكر على التعاقد مع مستر فيولر وأعتقد إنه كان حتى الآن يعني في الحقيقة يبدو إنه هو اختيار مميز جداً وجيد وموفق للنادي الأهلي ونتمنى نجاحه دايماً واستمراره في هذا التألق يعني نروح لي في الجول وأخيراً عرفنا القيمة الحقيقية لصفقة حسين الشحات برضو مبارح مدير التعاقدات والتصويق بالنادي الأهلي قال إيه قال إنه كلام اللي كان كتير إنه حسين الشحات جي الندي الأهلي 150 مليون جنيه مصري ده كلام مش صحيح إطلاقاً وإنه حسين الشحات جي انضم لنادي الأهلي مقابل 5 مليون دولار يعني 80 مليون جنيه مصري هيا دي كلمة الصفقة الحقيقية وإن النادي الأهلي كمان تبقى للتصرحات يعني âمدرح أن النادي الأهلي مدفعش كل 80 مليون بالعكس حسين الشحات تنازل عن جانب مادي كبير جداً علشان ينضم النادي الأهلي ونديكت رغبته الأولى والأخيرة في ظل بعض العروض اللي جات له سواء من داخل أو خارج مصر وكانت عروض أكبر مادية ده إن دالة يدل على إيه يدل على إن حسين الشحاد ده عاشق للنادي الأهلي ضحى بحاجات كتير جدا عشان ضامل نادي الأهلي وهو ده النوع من اللعيبة اللي احنا محتاجينه في الحقيقة اللعيبة يكون شاري النادي حابب إنه هو يكون موجود وطبعا كل الموجودين دلوقتي شاريينه وبيحبوا النادي ونفقاش نقاش يعني بس التضحيات لما تكون لهذه الدرجة لازم حاجة تحسب لحسين الشحاد بصراحة وجمهور النادي الأهلي عمر وعمر وما ينسى المواقف دي من لعبته إطلاقا وحسين بالمناسبة ماشي بشكل ممتاز وفترة جاية إن شاء الله يزيد تقلقه مع القلعة الحمراء لعب مؤثر جدا ولعب كمان في منطقة مصر اللوقتي حاجة جامدة جدا نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله صدى البلد مفاوضات كهرب مدير التعقدات بالأهلي يكشف مطالب فيلر للفريق أولا برح قال إيه زي ما احنا تكلمنا وحبناتكم قال إن ما فيش أي مفاوضات مع كهربا ونرغاية دلوقتي إحنا ما تكلمناش مع اللاعب وإن اللاعب ما وقعش مع نادي الأهلي إطلاقا وإن كهربا لما حنرغى في التعقد معها حنخاطب نادي البرتغالي ونمشي في الأمور القانونية وده أسلوب معتاد ومعروف في النادي الأهلي وعند مسؤولي النادي الأهلي وقال إن هو ما لنشأ أي دخل خالص في رحيل كهربا عن نادي الزبالك وانتقاله لنادي في البرتغال نادي الأهلي ما كانش ليه أي يد فيها دي الجزئية ويوم ما النادي الأهلي يفكر في التعقد مع كهربا هيسلك الطرق الشرعية في التفاوض مع نادي البرتغالي وكمان قال إن مطالب فيلر لسه متحددتش وإن الرجل ما قاعدش مع أي حد خالص من المسؤولين في النادي الأهلي وما طالبش أي حاجة خالص من أي حد داخل القلعة الحمراء وكلها تأكيدات من مسؤول التعقدات في النادي الأهلي نروح لبقاءة الشروق وتصريح لعلي معلول مبارح بعد ماتش الكاميرون قال للأهلي لا يقل عن أندية أوروبا وهو قال بالضبط قال إن أنا جالي عروب كثير جدا خلال الفترة اللي فاتت بس ما فكرتش إطلاقا إن أنا سيب النادي الأهلي لأن أي حد يتمنى أنه يكون من تواجد داخل القلعة الحمراء وأن أي حد بيكون مبسوط وهو موجود داخل النادي الأهلي وهو تكلم عن نفسه وقال أنا مبسوط جدا في النادي وكل الأمور مهيئة إن أنا ألعب بشكل جيد وأنا هحاول أفضل كمان خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي وتطرق كمان لموضوع جمهور قال إن هو منصوط لارتباطه الكبير والعلاقة الوطيدة ما بينه وما بين جمهور النادي الأهلي ودي حقيقة في الحقيقة النادي الأهلي وجماهيره بيحبوا علي معلول أهلي بصراحة والعيب مميز جدا ودايما نتمنى له التوفيق لأنه أحد العناصر الأساسية المؤسرة في تشكيلة النادي الأهلي والعيب أهلاوي واضح نتصراحاته طيب دي كانت أخبار الأهلي في المواقع